أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن مبادرة كتف في كتف تهدف إلى المساهمة في التخفيف على المواطنين في وقت الزمات الصعبة ونتيجة الأزمة الكبيرة التي يمر بها العالم أجمع ومصر أيضا وعرب الرئيس السيسي في كلمة قبل انطلاق احتفالية إطلاق مبادرة كتف في كتف باستاذ القهارة الدولي أعرب عن شكر لجميع الحضور مضيفا أنهم يمثلون جميع المصريين باقتلاف طبقاتهم وشريحة من كل المجتمع المصري من رجال الأعمال والقطاع الخاص ورجال الدولة فهم يقومون بدور جميل في وقت صعب يوم جميل ومنظر جميل جدا 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 أنا سعيد بيكم والله العظيم ومتشرف بيكم جدا والله ومش عارف أشكركم ازاي لا والله أنا مش عارف أشكركم كلكم ازاي شايف قدام مني شباب وشابات وأعمار مختلفة حتى لسه كان يعني متطوع صغير جدا جدا كده بيقول لي احنا موجودين يعني لكن خلينا أقول لكم حاجة خلينا أقول لكم حاجة مهمة قوي خلينا أقول لكم حاجة مهمة قوي احنا المصريين بيأكدوا كل يوم المصريين كلهم باختلاف يعني باختلاف طبقاتهم يعني اللي موجود قدام مني هنا شريحة من كل المجتمع المصري رجال أعمال على قطاع الخاص على الدولة الدنيا كلها بتقوم بدور جميل جدا في وقت صعب وفور وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر احتفالية كتف في كتف باستدر القهارة الدولي كان في استقباله استفاف كبير لمتطوع التحالف الوطني من كافة الجمعيات وحرص الرئيس السيسي على التقاط سورة تذكرية مع المتطوعين بالإضافة إلى استعراض استفاف قطرات كتف في كتف المحملة بأكثر من 6 ملايين كرتونة مواد جذائية استعدادا لانطلاقها لجميع محافظات الجمهورية واستجواء احتفالية جماهيرية حاشدة تمهيدا لتوزيعها على المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وذلك بمشاركة متطوع التحالف من كافة محافظات الجمهورية